أهلا وسهلا بكم مرة أخرى هذا سؤال وهو من لسلة الشائعة التي دائما تتردد ما هو الحكم الشرعي في رسم الحواجب بالصبغ البني لمدة سنة بدون دم و دق بالنسبة لي رسم الحواجب ابتداء الآن الحاجب الذي جعله الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يجوز ابتداء أن الإنسان يقوم بتغييره بصورة من الصور و الدليل على ذلك ما ورد في قول الحق سبحانه وتعالى محذرا عن ما يكيده إبليس تجاه الناس وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ التغيير لخلق الله هذا التغيير شامل أشياء كثيرة شامل أحيانا للعمليات التي تجرى من قبل بعض الناس عملية لتجميل عمليات التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يجد نفسه الإنسان بأنه قد عبث بخلق الله و دخل في مشاكل كثيرة يقوم بترميمها و قد لا يستطيع ذلك لا بد أن نفرق بين الترميم و التجميل إذا كان الإنسان عنده لا قدر الله حادث مثلا لا مانع بل مطلوب منه أنه يقوم بإجراء هذه العملية إذا كان عنده عيب من العيوب الخلقية فإنه يجوز له أن يقوم بإجراء هذه العمليات و لكن مجرد أنه يريد أن يحقق قياسات معينة أنه يشابه أشخاص معينين نقول ذلك ممنوع شرعا كذلك بالنسبة للحاجب الحلقة الكامل أو أنه يقوم بالنتف على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الحاجب و ذلك لأن النتف من شأنه أنه يضعف المنبت و بعد فترة مرة بعد مرة لا يخرج مرة أخرى إن من كان قد نتف حاجبه لفترة مثلا من نساء مثلا أو غير أو رجال كل شعر ينتف بعد فترة يضعف المنبت ولا يخرج الشعر مرة أخرى إذن ما يتعلق بالحاجب فإنه لا بد أن نجعله كما هو إذا كان هناك شعر زايد مثلا على سبيل المثال هناك شعر لا سيما إذا كبير الإنسان يمكن أن يطول وتختل بعض الهرمونات و يطول فإنه يأخذ منه و يعاد إلى حالته الأصلية أما أنه يقوم الإنسان رجلا كان و امرأة بهذا الفعل و الرسم بهذه الصورة فإن فيه التغيير فضلا عن التبرج و كل ذلك من الأمور ممنوع المسموح به أنه يأخذ ما زاد بحيث يعيده إلى الوضع الطبيعي فمن رآه و من يرى هذه المرأة فإنه يراها بشكل طبيعي جدا و تعيد إلى الوضع الطبيعي فقط كذلك إذا ظهر بسبب اختلال في الرمونات أحيانا لأي سبب من الأسباب تظهر بعض الشعارات في وجه المرأة هنا نعم تزال هذه التي تزال سواء كانت بالليزر أو بغيرها فإنها تزال أما بالنسبة للحاجب فإن هذه زينة جعلها الله سبحانه و تعالى للإنسان و الله عز و جل قد خلقه في أحسن تصوير فلذلك لا يعبث الإنسان في خلق الله تبارك و تعالى شكرا شكرا